هلو زيكو يا حلوين اعملين اي رب تكون بخير طبعا انا قبلها ما نبدأ الفديو مستشعر تحط اللايك ونواندك جديد عنا نشوف القناة وفعل زر الجاز طبعا يا حلوين هعمل بيت احلامي طبعا انا فرحان قوي لان هعمل بيت احلامي طبعا انا هاختار بيت وممكن اعمل في الجادي واختار البيت 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 الازرق ده شكله حلو قوي بحيث لها في قوات كتير بحيث لنعمل كل حاجة عقلية اوكي شكله حلو جدا وهعمل الوقت بيت احلامي يلا بنا ندخل عليه وطبعا انا نختار اول اوضة وهو البيت خمس اوض طبعا انا هبدأ بالبلكونة حط بقى فيها زرع كتير قوي واشكال جميلة جدا انا بعملها في كالي جماعة تصميم بيت احلامي وكتف رحانة جدا فانا طبعا يعني يا جماعة بعمل البلكونة فهتشوفوا انا عملت البلكونة ازاي عملت كده كده كرسي وتربيزة وحاجات كده الله شكله حلو قوي وحطت برضو شوية زارع كده وطاني اول اوضة بقى معانا هبدأ بقى احط سطرة هشيلها تاني عشان تلاقيتها مش كيد خالص فحط بقى كده زي غلاف على هيلو كتي ما هيقطي بقى وحطت كده سرير من اللي هو بفوق ده وحط برضو رف كده احط عليه مثلا كوتسو بي وحط ساعة بقى وحاجات من دية براويز بقى وحاجات من دية حلوية تمام ببدأ بقى حط براويز كده 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 وحط السير براويز كل شكل اللي من السير وحط تسريحة وكمان احط برضو يعني زي ام وحط برضو هشك تربيزة والكرسي والحاجات دي زي مكتب كده يكون لي مثلا اذاكر عليه وكده تمام وطبعا كنت بشوف اللي انا عايزة حط لمبة يعني كده عشان نور قوضة وكده تمام فبعدو احط اخر حاجة كده زي الكورسي برضو كورسي عشكل كده يعني بيت كده تمام شكله كيوت خالص وجبت بقى كده بوكس وحطت فيه الإقلام كلها كلها مثلا الجلوتر بقى الإقلام الجلوتر والدباسة وحطت مثلا كده كتاب لأفلام والحاجات ديت ودباديب بقى شوية دباديب والحاجات من ديت وكوتشينة وحطت زي الكورسي برضو كورسي برضو وحطت كرز وحطت برضو سجادة عالوكتي بقى التنسيحة بقى ايه حطت بقى فيها برفيوم وميكوب وصمس كريم ومشت وفرشة وعلبة ايشاد والحاجات دي اوكي يعني ميكوب يعني وتاني قوضة بقى عملتها ايه الحمام تمام عملت بقى الحمام كانت شكله طحفة كده وعجبني عجبني شكل حمام قوي حطت كده زي بقى دش كده وحطت برضو غسالة وحطت برضو غسالة وحطت كده في الحوط كده يا جماعة فيه كده مكان يعني حطت فيه فيه مثلا الكورسي والحاجات دي الاريال بقى والحاجات من دي وحطت برضو ضلفة كده من فوق فيها الفوت وبردو حاجات يعني مستلزمات برضو الحمام والحاجات من دي اوكي وهحط برضو سجادة عشان برضو اللي يخرج ما يتزح لقشو كده فحطت سجادة ايه ثلاث قوضة بقى معانا عملتها يعني بقى كنت بغطرة لون قوضة لون قوضة لون قوضة فقررت انها من شكل حربي جدا فدي يا جماعة عملتها جيم اوكي الجيم بقى حطت فيه كل حاجات الجيم حطت فيه دمبل بقى دمبل بقى دمبل الاكبر الاوسط الاوسط برضو الاصغر والحاجات دي حطت برضو الحاج ruز رياضة وصممم والحاجات دي ورف كده 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 جدا احط فيه هدوم وزني هكبدو الحاجات دي الحاجات الجيم وضعت لي أنه الطيطة وضعت سلة لأن نلعب بالكرة وضعت أيضا مشاية وعجلة ونلعب عليها كيف يبدو جهتي وطبعا ربع قوضة عملتها مطبخ مطبخ زهر قوي ليس كبير لأنني لا أحب بيتي وفي بيتي انا أكسم بيلاقي جماعة ياريتي جماعة يكون لديها تصميم بيتي سوف أجعله صغير حاجته هدية وضعت أيضا كده وضعتها في الأول ولكن سلقتها شكلها ليس ظريفة وضعت أي شيء شكلها حلو وضعت كده مثل حود فيه بدو جاز وغسات أطباق وضعت كده رف وضعت ترابيزة وفيها كرسلية أنا الواحدة في البيت حطيت بقى في الدرجة بقى بطي فرولة للمون عصير فراخ سمك كل الأكل ده يعني وحطيت كاتشة بقى حطت بقى فلفل وزيت وشيبسي وغوت شوكليت والحاجات دي وايس كريم وبطاطس وفراخ بقى ولحمة وسام كل حاجات دي كده أنا مناتي التلاجة حطت بقى اللطباق وكده طبعا أنا الواحدة في البيت حطت بقى فنجان وبراط وتساقط تمام وبرده يعني حطيت برضه اطباق وكده نحطت على مثلا تورتة وحطت بقى في الدرفة بقى شيبسي بقى حاجات سناك يعني شيبسي وحاجات مندي حاجة بقى ديت عملتها الصالة دي اخر حاجة ملتصرة لو انتها بلون البينك لان انا بحب اقول لون البينك يا جماعي يكون يعني في الصالة حاجة دي كنت حطت كورسي قلت لقى يعني حطت مثلا ترابيزة وحطت لها التلفزيون وكده فانا انا شلت كورسي شلت كورسي يعني وحطت ترابيزة وحطت علىها شاشة تلفزيون يعني وهوت وحطت برضه كورسي وحطت برضه سجادة كنت بشوف الكلاسي ديات يعني اللي يبتت دلوغ دي لقيت دلوغ يعني مع الترابيزة كده هتبقى الترابيزة بقى عليها مثلا زرعة يعني ايه حاجة يعني تدي منظره كده وسجادة وطبعا جماعة دي كان شكل الاوضاء ويعني كنت فرحانة جدا قوي يعني كان نفس تصميمي يكون كده حطت بقى في كل حاجة كل حاجة جمالي محامتش البيت كل حاجة حطتها في تمام ودي الاوضاء انا عمدت السرير كده لون البراويز فانا السرير ده شكل حلو قوي ومش هاسر اللي هو يكون مثلا الارض لا ده شكل حلو قوي تمام اكتب قريبكم بقى الالام والحاجات ديت والشنطة اللي اجبت والشنطة يا جماعة اللي هي بتاعت السفر دي بحيس لو انا سفرت وكده اخذها معايا تمام وطبعا دي الغسالة بقى عشان احط فيها هدومي وكده لقيتها تزقت كده ارجحها مكانها تاني والحط بقى حطت بقى فيه مسحوق بقى واريال وكرتس وخخانة ورشو الحاجات دي يعني مستلزمات الحمام يعني يا جماعة وكده في الضلفة دي حطيت بس فيها فوط ومناديل ومعقمات والحاجات دي تمام ودي السجدة اخذت السجدة عشان انها حد خرج ما يزحلقش فعملني والقوضة دي عملتها قوضة جن يعني تخص يعني قوضة جن فيه ضنبل يعني كماعة كبير جدا كبير شوية الاوسط الاصغر خالص وحطيته النطة برضو معه النطة برضو يا جماعة بضغطت علي برضو عشان يخذتوا الحاجات دي ومشاية بقى والعجلة والحاجات دي فاني حطيت كل حاجة والمطبق برضو يا جماعة حطيت فيه كده براد وكل الاكل بقى زرود شوكرة والحاجات دي وغسلت اطباق برضو في الحوض يعني الحوض يا جماعة اجبته فيه حوض وبتجاز وغسلت اطباق وضغرف نحط فيه اكل يعني وكده الصالة تمام فيه كورسي كده شكله كده خالص لون بنك برضو اه انا نسيت يعني انا تلخبطت ان انا غبية فحطت براويز وكده تمام انا خليت الكورسي يكون شكل الكنبة فقررت بقى اجيب البراويز عشان انا حطت البراويز فاكنت بخطيت كده برواز حلو للصالة فلاقيت واحد كده قلت ده يعني شوية وشكله حلو فحطيت مثلا اثنين يا جماعة بس بس من كل شكل حطيت مثلا زي ساعة وحطيت البرواز ده اعجبكم في المساعدة اشتركوا وبي